وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عمبر أستاذ الاختصاد ومستشار البنك الدولي سابقا بعد دحية دكتور محمود زيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى روما تشمل عدة ملفات منها التعاون مع المنظمات الدولية كالهجرة والغذاء وغيرها كيف ترى جهود التعاون مع هذه المنظمات خدمة للتوجهات المصرية في هذا الشأن؟ يعني يمكن زي ما حدثت تفضلت في المقدمة الإلاقات ما بين مصر وإيطاليا إلاقات قديمة خدمة تاريخ ولم ينعكس هذا فقط في محاولة تطبيع الإلاقات الثقافية إلا أن هذه أو هذه العلاقات انعكست أيضا فيما يتعلق بالأرقام إيطاليا بتعتبر الشريكة التجاري الأول لمصر في دول الاتحاد الأوروبي والرابع عالميا أيضا حتى حجم التبادل التجاري اللي وصل في العام 2022 إلى ما يقرب من 7 مليار دولار بزيادة مقارنة بالعام الصادق له 2021 بتصل إلى 14.1 من 10% ويمكن كمان هذا الحجم من التبادل التجاري بيقع جزء كبير منه في صالح الميزان التجاري المصري يعني في صالح الصادرات المصرية إلى إيطاليا اللي بترتفع وحققت ارتفاع يقترب من 18.5% في العام 2022 يمكن الاختيار عنوان هذا المنتبى اللي يتحدث عن فكرة الهجر العير الشرعية الدولة المصرية يمكن حتى على المستوى الأقليمي على مستوى قاراتنا الإفرقية يعني بتقدم تجارب ودروس واستفادة في هذا الإطار ويمكن الدولة المصرية يعني واحدة من الدول التي تستضيف كثير من اللاجئين داخل أراضيها وإن كان هذا التعبير لا يستقيم مع ما تفعله الدولة المصرية لأنه بمعاجعة بسيطة هنجد إن ما تتعامل به الدولة المصرية عبر المستضفين لأن لها من دول أخرى عندها بعض الاضطرابات السياسية أو غيره يعني الدولة المصرية تتعامل بطريقة أظن أنها طريقة متسردة في التعامل مع اللاجئين ويمكن لدينا قوانا من السوداء وقوانا تتبقاهم من سوريا كيفية التعامل المصري مع الواسدين أو المصر هم ضيوف حقيقة في مصر ولا يسولدين يعني يحجم أيضا المشروعات المشتركة والتبادل المشتركة بين الدولتين خاصة في التنسيق في مجالات بعين هذا علاقة بالطاقة ويمكن النهاردة الطاقة واحد من أهم الموارد خصوصا فيما تعلق بالقرأة الأوروبية نظرا للتداعيات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية واستخدام سلاح الطاقة السواحد من العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين وبالتالي ده يطرح أهمية كبيرة جدا لمورد الطاقة اللي بتحاول دولة المصرية التنسيق في إطاره في هذا الإطار مع دولة إطاره أيضا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية ويمكن حضراتكم في الخبر السابق لهذا الأمر كنت بتتناول هذه القضية اللي بتدور في مجملها أن السلع الزراعية وتحديدا السلع الزراعية منها خاصة بعد تداعيات جائحة الكوفيد 19 وما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت السلع الزراعية تصلب ليس باعتبارها سلعا تراتيجية وفقط ولكنها سلع لها علاقة باعتبارات الأمن القومي نظرا للتداعيات وتعطل وخال ثلاثة للإمداد للعالم بأسر دكتور محمود كما ذكرت التعاون المصري الإيطالي شهد زخما كبيرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن كيف تقيم هذا التعاون وكيفية توطيت تلك الأطر للتعاون المشترك؟ يعني يمكن لو نظرنا إلى اللغة الوحيدة التي تعبر عن حجم هذا التطور هي لغة الأرقاب سواء في كافة الأمور يعني منذ العام 2013 وحتى الآن لو شاهدنا إلى تطور معدل التبادل التجاري ما بين التولتين إلى معدل أيضا الاستثمارات المتبادلة سواء الاستثمارات المصرية في إيطاليا أو العكس الاستثمارات الإيطالية في مصر أو حتى في حجم المشروعات المشتركة أو حتى فيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية أو تعامل إيطاليا حتى مع القرى الإفريقية ونظرتها إلى دولة المصرية باعتبارها منفزا وممرا لأن نفاذ إلى الأسواق الإفريقية لو نظرنا بمراجعة سريعة في الأرقام سنجد أن هذه الأرقام وتطور هذه الأرقام تعطي دلالة لا تقبل الشيء أن هناك تطور وقفزات ممحوظة في حجم العلاقات المتبادية الإيطالية بشكل ما كل التحية والشكرة دكتور محمود عمبر أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي سابقا